جزء الأهم اللي احنا بتكلم فيه ما يحدث في عملية التفتيش ودي أحد النقاط المهمة لأن للأسف اللي احنا بنشوفه في منصات التواصل الاجتماعي العديد من دول العالم التي لم تساهم والأسف جزء من الكبير من الدول العربية التي لم تساهم بما يقرب من 1% بما قام به المجتمع المدني وليست الدولة المصرية معابر مغلقة معابر مساعدات ما بتدخلش مزيدات مزيدات وتشكيل في مدو مزيدات هل النهاردة هل هم موجودين على الأرض عشان يعرفوا لو تم قصف شاحنة واحدة من الشاحنات لأننا لو دخلت شاحنة من غير تنصيق هل النهاردة المتبرعين لو شافوا الشاحنات بيتم قصفها هل النهاردة هيبقى فيه جسر من التبرع مرة أخرى هل النهاردة موجودين عشان خاطر تورط مصر أو غيرها النهاردة في أي حالة من حالات الاستفزاز اللي احنا بنتعرر لها على مدار الأيام الماضية اللي احنا بنشوفه هو فيه أقصى مراحل ضبط النفس التي تقوم بها كل مؤسسات الدولة المصرية عشان خاطر أنت لا تتحمل فقط عب المساعدات أو عب الفريق القائم على تخلي المساعدات ولكنك تتحمل صورة الدولة المصرية وعب مسؤولية إنقاذ أرواح العدد الأكبر من المدنيين في ظل تحمل مصر هذا الدور وده انعكس على روح المتطوعين في المنظمات الموجودين في التحالف سواء اللي بيجهزوا الشاحنات في القاهرة أو في المحافظات القريبة أو حتى لموجودين ومرابطين أمام المعبر بحسب معرفة أنه في 251 ألف متطوع دلوقتي لدينا 251 ألف متطوع موجودين ضمن فرق المتطوعين الخاصة بالتحالف الوطني حتى لو رحت أي مركز من المراكز أو المقرات التابعة لمؤسسات التحالف هتلاقيهم موجودين على مدار الساعة 25 ساعة وجزء منهم كبير النقاردة أصبح مخصص وقته لتجهيز المساعدات للتعبئة والتغليف والشباب بتوانا بقى شاطرين قوي كمان في الالتزام بكتاب الإرشادات الخاص كمان عشان يضمن أن الحاجة ما ترجعش تتفرج على العربيات وهي بتحاول تتحمل بعض عاف طاقتها عشان خاطر احنا مش ضمنين العربية المحر بها بنضغط شاحنتين في شاحنة واحدة على قد ما نقدر وبنشوف ويقولك النهاردة فرغ الحمولة ورجحها تاني على فكرة كمان اللي بنشوفه من قصف للطريق وطرق غير ممهدة بتؤدي لبعض الأحيان لتحرك الحمولة والشباب لما يعدوا ويبدأوا النهاردة كمان أعادت الرص مرة أخرى يعني لأ الموضوع ملحمة كبيرة جدا تفاصيلها والشباب اللي بيعاشوها أعتقد هي تجربة سيكتبها التاريخ بحروف من نور اللي احنا شفناه أن مجموعة الشباب اللي قدروا ينجحوا فيه أمام الأمين العامل والأمم المتحدة وإقناعوا بعدالة القضية دون تجاوز دون أي خروج على النص دون أي إساءة لصورة الدولة المصرية ده كان في حد ذاته نجاح ينسب لشباب المصر ترجمة نانسي قنقر